ناقش خبراء في قطاع النقل تحديات النقل العام في الأردن ودور المواطن في إحداث التغيير المشاركون خلال جلسة نقاشية نظمها منتدى الفكر الحر ومؤسسات فريدش نومان من أجل الحرية ناقشوا المشاكل المرورية والتحديات التي تواجه المواطنين يوميا أثناء تنقلهم سواء بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العام وطالبوا بضرورة تعزيز مفهوم النقل العام لدى المواطنين كخدمة عامة وحق المشروع وإيجاد دعم حكومي لمنظومة النقل العام لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدميها إضافة إلى إيجاد قوانين تحد من الملكية الفردية لوسائط النقل وتأطير عملية دعم قطاع النقل العام وسنساخ نماذجة دولية ناجحة في تطبيقه نشأ عنه طبعا تردي في مستوى الخدمة وكنا يعني كمان سبب من أسباب هذا التردي هو نظرة الدولة لقطاع النقل العام بمنظور تجاري أنه هذا قطاع مفروض مربح وفيه مستثمرين بدل ما تدعمه لأنه حق أساسي من حقوق المواطن المواطن له دور كبير من خلال الحملات الشعبية وجمعيات المجتمع المدني مثل مع النصل إلا دور كبير ممكن يضغط المسؤول باتجاه المطالبة بتحسين النقل العام لأنه في النهاية وجود نظام نقل العام كفاء ومنظم وآمن هو حق أساسي هو مش طرف بطل طرف أصلاً حق ضروري للمواطن